يا حياكم الله من يديد وصلنا معكم إلى فقله التغبية مع ضيفتنا الدكتورة أمل أنصاري عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي واللي راح تكلمنا اليوم عن التغبية وعلاج تصافة الشعر والحد من ظهور الشيء عند النساء والرجال هذه الأمور كلها الكل اللي حاتيها في الوقت الراهن ليش بنعرف منها أكيد يا سعد صباحة حياة الله معنا دكتور أمل يا صباح الخير يا صباح الورد على عليك وعلى كل المشاهدين حياة شوالله يا حياة الله ويسعدت ربي دكتور أمل أنا شايفة يدامنا على الطاولة كثير من المواد الغذائية المفيدة جدا والبداية الكل قاعد يحاتي سالفة تساقط الشعر وقاعدين يدورون العلاجات بأشكال وألوان لكن ممكن نعالج بالتغبية طبعا هذا أكيد هذا أكيد يعني نقدر نقول يعني سبعين بالمئة من العلاج لتساقط الشعر يكون سبعين بالمئة عن طريق التغذية التغذية وثلاثين بالمئة نقدر نقول عن طريق الخارجي راح نتكلم إحنا هذا يمكن السؤال إيش هو يمكن سبق وقته صحيح بس إحنا أنا ويد وانا يا يسئلوني قالوا لي بس طيب بس يمكن الوراثة لها دخل صحيح نقع فريسة لمرض نفس مكان مثلا المشكلة هذه يعاني منها صحيح الأب ولا الأب استعداد وراثي ممكن الإنسان عن طريق التغذية وإصلاح اللي كان ناقص عند أحد الوالدين اللي انت خذيت منه هذا الجين مثلا ممكن أنه يتغير عن طريق التغوية دخول عناصر غذائية هامة جدا لجسم الإنسان حلو طبعا تعدتت الأسباب والتساقط واحد والتساقط واحد طبعا هناك ممكن الإنسان يتعرض حق تغيرات هرمونية الحمل الولادة مثل ما قلنا الوراثة إذا كان عنده استعداد وراثي وهو تغذية تناقصة سوء التغذية وايد مهم ممكن من أول الأسباب اللي ساعد على تساقط الشعب وفي أسباب كثيرة يعني مرضية يعني ممكن تناول الأدوية عقاقير كيميائية للإصابة بالسرطان وكذا هذه كلها تأدي إلى سقوط الشعر اللي احنا نرجع نقول ممكن علاجها وأكيد بإذن الله تعالى عن طريق التغذية نزلين حاجة شوي على اللي موجود معانا على الطاولة ممكن أنا قاعدة أشوف واحد أشياء مفيدة دكتور أمل أكيد لها من المهم فالأهم فالأهمية لها اخترت أنا أنا اخترت الأغذية اللي تحتوي على أهم الأشياء بس أنا في يسألوني اشلون احنا نعرف شنو نوع التصاقط اللي عندنا في هناك ثلاث أنواع إذا شفتي إذا أنت كنتي مثلا في البيت وشفتي مثلا شعرة اصغطت من شعرت شوفيها شوفي فيها جذر فيها بصيلة يعني تحسين فيها بجذرها إذا كانت موجود الجذر إذا أنت قاعد تسوي رجيم قاسي أو سوء التغذية حاد أو أن نقص بروتينات وبيتامينات مهمة جدا لبصيلة الشعر إذا شفتي الشعرة اللي طايحة منك ما فيها جذر عرفي أن هذا صايبتش بعد أن تناول مضادات حيوية عقا غيرك أي أنواع يعني ممكن الواحد يكتشف النوعية منها الشعرة أولا قاعد تاخذين أنواع من الأدوية للضغط للسكر لحبوب منع الحمل لأي من حب الشباب أي نوع من أنواع أما إذا شفتي إنه في فروة الشعر خفيفة من فوق يعني فروة الشعر باينة من فوق وهذا معناته إن الإنسان هنا يعني هذا طبعا غير جيد وواضح إنه قاعد يستخدم لشعرة أشياء ممكن تأثر عليه مثل الصبغات الكيراتين اللي هو طبعا يكون فيه مواد طبعا لازم الإنسان يختار حتى لو بيسوي الكيراتين إنه شيء ما يكون فيه الفورما الدهايب هذه مادة مصرطنة وتأثر على الشعر بشكل أكيد فهذه الأنواع ممكن أنت تعرفين سبب التساقط عندك حلو منها أحدد أنا شنو سبب التساقط الشعر طبعا أسباب ثانية وايد مهمة قبل أن أدخل بالتغذية بشكل سريع وأنا بعد لما حطينا أننا راح نتكلم عن التغذية بالنسبة لتساقط الشعر سألوني عن الإحجاب قالوا لي سمعنا كثير إن الإحجاب يسبب تساقط الشعر الإحجاب يحمي الشعر من الحرارة من الرطوبة من كذا ولكن هناك ممكن يسبب تساقط الشعر بحالة واحدة إذا أنت قاعد تحطين لحجاب النايلون البوليسر لازم تلبسين القبعة واللي يسمونها الأنواع هذه اللي تحت لازم القبعة اللي تحت تكون من القطن إذا كان لأنه ليش لأنه ممكن الاحتكاك يولد كهرباء داخل الجسم وبالتالي داخل الشعر عفوا وبالتالي ممكن يؤدي إلى تصاقط الشعر بالإضافة إلى أن الموظفات يطلعون الصبح مستعيلين يتسبحون يحطون الإحجاب والشعر مبلون وهذا أيضا يأثر على تصاقط الشعر وآخر شيء أحب أقوله المشط هذا المشط اسألتني عنه مساعة قالت لي قلت له والله المعلومة ما أرى علي وما أدري ما أمني ذاكرتها بس أمي شريفة رحمت الله عليها وأمي فاطنة الله يطلق بعمرها كانوا يقولون نسلي شعرج بالمشط الخشب اللي ينباع بالعطار هذا المربع الصغيرون قالوا لي ليش بس أنا نسيت وأبيها تذكرني دكتور أمي من ناحية علمية المشط الخشب تدرين إذا مشطي شعرج بمشط بلاستيك المعروف اللي إحنا قاعد نمشط فيهم تدرين أنه تولد كهرباء ملايين الفولتات اللي ممكن تسقط شعرة الراس بس خلص الراس عرفتي شلون؟ إذن من اليوم رايح المصانع وهذا شيء يسوي لهم دعاية لازم تمشطين مشط الخشب المشط الخشب ما يسوي هالمشكلة هذه اللي تأدي إلى تصاقط الشعر بالضبط الحين نتكلم الحين وصلنا للتغذية أنا اخترت أهم العناصر الغذائية اللي تساعد على مكافحة أو علاج تصاقط الشعر أهم ثلاث أشياء أول ما تشوفين شعر يبتده يطيح تروحين المختبر وتسوين ثلاث أشياء اللي هو النحاس القبا وتسوين الزينك وتسوين الحديد هذولة من أهم يعني المعادن اللي تحافظ على الشعر عندنا مركب مهم جدا 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 اللي هو البيوتين لاحظي الحين كل حبوب تصاقط الشعر لازم يحطوا لشي البيوتين صاد جا عرفت شون فهذه المادة البيوتين يمكن تعتبر من أعظم المركبات وموجودة في الخميرة النباتية موجودة وتلاقيني يمكن دائما أنا أهتم في التلبينة اللي يأكلها الرسول صلى الله عليه وسلم تحتوي على كل العناصر اللي أنا تكلمت عنها صاد جا فإذن حرصوا دائما على أنكم أنتم تأخذون التلبينة ممكن يفتحون اليوتيوب على شون طريقة صناعة التلبينة عندنا هنا الخبز الأسمر أيضا يحتوي على البيوتين الخميرة النباتية بشكل كبير تحتوي على البيوتين البيض الصفار البيض يحتوي على البيوتين بس هنا عندنا مشكلة إن فيه ناس ما يحبون يطبخون البيضة بشكل كامل لازم تطبخينها بشكل كامل لأن البيض يحتوي على مادة الأفيدين الضارة لما توصل إلى الأمعاء سبحان الله تمنع امتصاص مادة البيوتين داخل الجسم وبالتالي تعيق يعني تكون مستوية حيل لازم تكون مستوية عدل أيضا عندنا اللي يسوون رجيم يأخذون السكرين أيضا المضادات الحيوية كلها هذه تعيق عمل البيوتين يعني الأفضل اللي يأخذ مضادات حيوية ولا اللي يسوي رجيم يأخذ المكمل الغذاء البيوتين بعد استشارة الطبيب أو يأخذها من يكثف الأغذية اللي تحتوي على البيوتين حلو حلو عندنا مثل ما قلنا عندنا هناك أيضا نوع من أنواع الأمينو أسد هذا مهم كثير اللي هو السايستين السايستين اللي موجود في الفاصولية الحمرة عندنا هني الفاصولية الحمرة عندنا الفاصولية الخضرة عندنا البازاليا عندنا المشروم عندنا البيض موجود أيضا في الدجاج هذا جدا 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 مهم هذا اللي يعطيك موجود في المحار المأكلات البحرية المحار السمك التونة الأشياء الربيان صحيح لو تلاحظين شعر الصينيين التايلنديين تلاقي اللي شعارها مو بس ناعمة تلاقي اللي شعارها ثقيلة ثقيلة وخيوط ماشاء الله عرفتي شلون كأنها بلاستيك تبارك الرحمن ماذا أحسن ماشاء الله لا قوة لا بالله فعرفت أي فبثل سبحان الله ثقيلة هذا من مادة السايستين هو اللي يعطي الثخانة والمرونة حق بصيلة الشعر ومثل ما قلنا تلقينها بالأغذية البروتينية وتعالج مشكلة تصاغط الشعر بالإضافة إلى أنها الإنسان اللي يأخذ الأغذية اللي فيها معادن من التلوثات من الاستنشاق من نظام الغذاء اللي يأكله أنه يتعامل السايستين يتعامل مع هالمواد الضارة هذه أو اللي تدخل الجسم يتعامل معها واللي تسبب السرطان أيضا يتعامل معها ويوقف سبحان الله الانتشارها في الجسم حلو عندنا هني الرشاد وايد أنصح فيه الرشاد مهم جدا 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 لتصاغط الشعر ممكن تحطينا مع الحليب مع الكركم بهذا الشكل صح؟ عندنا العصير هذه يعني عندنا العصير هذا الأخضر اللي هو عصير الحبوب المستنبتة في جميع الأشياء اللي أنا قاعدة تكلم عنها بالإضافة لأنه مو بس يحسن الشعر ويحسن البشرة بعد يعرفت يعني الجلد يعطيك النظارة واحدة وايد مهم النحاس اللي قاعدة تكلم عنها وايد ناس تروح المختبر تسوي تحاليل حق تساقط الشعر ينسون ما أدري ليش ماكو أحد فكر أنه هو يسوي الكبر اللي هو النحاس النحاس هو مهم جدا والحديد مهم جدا النحاس مهم لتكوين كريات الدم الحمرة مهم لتكوين الكولاجين للهيموغلوبين أيضا يعمل بتناقم جيد يعني تعابق يعني وايد مهم إن اشتاخذين وياه فيتامين سي طبعا من الأغذية هذه فيها فيتامين سي الحبوب المستنبتة عندنا عصير الجزار فيتامين سي والزنك مهم جدا إنهم يكونون أهمة ثلاثة مع بعض مهمة لتلون الجلد والشعر ومهم جدا للأظافر وللجلد والشعر النحاس جدا 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 مهم أرجوكم اللي سوي تحليل لتساقط الشعر ما يكفي الزنك ولا الحديد حطي معاهم الكوبة اللي هو النحاس ما يسوونه ما أدري ليش طبعا عندنا هني إذا في أحد يعني يبيعرف بالنسبة للشيب المبكر هذه الشيب يعني بصراحة صاير أزمة وصاير في الصغار قبل الأكبر هذه الصبغات قاعدت تختفي شوي شوي وقاعدت نشوف الشعر أبيض معنا صغار في السن صحيح والحين كنت هارة تحبوب كثيرة بأشكال وألوانها تحد من أن يطلع الشيب أو تروح هذه الصبغة فبناحية صحية أكثر وتغذوية شو الممكن ناخذ مثل ما قلت لش النحاس لأنه مهم للتلون يعني الشعر والجلد صحيح عندنا مادة حلوة وممعروفة ممكن ما حد يسمع فيها بسازم يحصل هناك توعية اللي هو بارا أمينو بنزويك حفظوا هذا الاسم بارا أمينو بنزويك والأينزيتول الموجودين في عسل قصب السكر أنا أقول حفظه قصب السكر حفظوا حفظوا لأنه هو مهم حتى للصلعان حتى للإنسان الأصلح مهم حقه عسل قصب السكر يكثف الشعر ويعطي رونق يعني شيء مطبيع للون الشعر سبحان الله حيوية مطبيعية ملعقة كبيرة مرتين باليوم اللي معاهم السكر ممكن ياخذون مرة باليوم ملعقة متوسطة مع ماء لازم يقلبونها مع ماء ويشربونها يوميا بشكل يومي هذا بارا أمينو بنزويك والأينزيتول المهم للصلعان حتى واللي شعرهم ساقط وطايح عندنا مادة البيوتين اللي قلنا عنها واللي موجودة بالخميرة أربع أغذية مقاومة للشيب المبكر ولحدوث الشيب يعني في فترة يعني حتى لو وصل الإنسان الاربعين خمسة واربعين اللي هو الروب صحيح الروب جدا مهم اللبن الرايب عندنا الخميرة النباتية عصر قصب السكر والقمح اللي موجود في التلبينة أو ممكن نسويها البليلة حلو بشكل سريع دكتور أمين يمكن رح نختم لقاءنا أنا قاعد أشوف المشروم هنا وعندنا هذا زيت أي الزيت هذا احنا عندنا هنا عندنا البابونتش هذا لمعالجة الشيب وتساقط الشعر الشيب وتساقط الشعر عندنا وايد مهم إننا ننوكل ولا بشكل خارجي ننسوي زيت إحنا قلنا من الأول وفهموني الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال قال كونوا الزيت وادهنوا به تلاقيين وايد حريم يقولش لا 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 ما بي أستخدم زيت على شعري لأنه لما أحض زيت على شعري يطيح استخدم الزيت مو من العطار استخدم الزيت الجيد اللي متأكدة أنه هو يعالج مشكلة الشعر كل الزيت تودهنوا به إذن الزيت هذا مخلوط من زيت البابونتش ومخلوط من الروزماري وهذا فضيع بالنسبة لإعطاء الشعر اللون الأسود والبردقوش اللي هو المردقوش وعندنا بعد ما تخلصون تسوون الزيت رجاء نحطوا فيه من اثنين أو ثلاثة من كابسول فيتامين إي قضيها وحطيها عسري اثنين من كابسول فيتامين إي عشان ما يتزنخ الزيت ويعطي عمر أطول ويساعد أيضا على تغذية فروة الشعر يعني هذه الوصفات الجميلة والسريعة مع دكتور أمل أنصاري ما عليكم لتزورون انستجرامها وراح تحط لكم هذه الوصفات بشكلها الصحيح وشو ممكن تسوونها في البيت عندكم وشو ممكن تستخدمونها وانا واثقة بعد الله وكلامها المفيد راح تحصلوا على نتائج جدد جميلة شكرا لتش دكتور أمل أنصاري شكرا غادة وشكرا للمشاهدين وأشكركم على حسن الاسماع وأشكركم جدا على التواصل الكبير الكبير اللي قاعدة لقام منكم في الكويت وبرى الكويت الله يعطيك والعافية قوات شالله فاصل صغيرون وردين لا تبعدون